كافان كات ولكن نحن نريد أن معرفة البيهاتي في مهرجان تجربة بشكل قوي نتامل بوغرير شكرا يقول على مهرجان لأنه يجب أنه يجب أن تكونوا معرفة أنه يجب أن تكونوا على شيئاً وشكراً على الخاصة على العالم وشكراً على القناة لذا كان أفكار يجب أن تكرم كذلك في الرواب في المصرح ما قمت بتفكيري من قبل أنا أقام جباً ما في واحد الوقت اللي تعنق سنفكر شوية وسي في شي حواجة في المصار ديالي أنا عطيت للسينما وقتي كامل وعطيتها بزاف من حياتي وما نادمش على هاد القاضية لإن السينما بدلتني الحب إلا بغيت نقول تسيني ما أعطتني بزاف اللحظات جميلة وقوية وهذا كان حلم يعني أنا وتحقق ما تحققش كامل ما كان قوش وصالت وساليت وزمان لا لا باقي كان ميدار وباقي الخدمة خاصة الخدمة بزاف غير وكان هادي بحاشي محطة يمكن تخليني عاود نفكر عاودتاني في نفس جديدي لأخيري ما هو حد الموضوع؟ يمكن تمانين فالميا من المخرجين في العالم كينجوج حواج ديما كيكونوا ناقصين يمكن قاع تسعين فالميا من المخرجين الفلوس والوقت وأخا كيكون عندك إنتاج يمكن أنا عندي حد أنني كنعمل إنتاجات مشتركة مع أوروبا ولكن شحال ما كان عندك ما كيكون ش عندك كافي لأنك لا تريد أن تعمل في المرأة يعني الأمبسيون ليس كبيرة بثاف والشيء الثاني ما كانت عندنا هي الوقت ما كرهت أنا أصور أربعة شهور مثلا ولكن مع مرأة ما شيء ممكن وخاكتكون عندي شهر ونصف مثلا يقولون ما بيهاش تهيام زيانة شهر ونصف ولكن كيكون ديما ناقص الوقت نعم أنا بطبيعة الحلم يهتم بزاف وكان أعتقد بأن الأفلام يلي واضحين في انتماءاتهم أنا الفندان خصوة بقاديمة حر وطوقة عندو واحدة المسافة ما بينهو ومبين الاكتواليته وما المت探索 أجمع على مدارك في الحركة بعد حفل الافتتاح أمس الجمعة كان الجمهور مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في لقاء مفتوح مع المخرج فوزي بن سعيدي لكي تعتبر واحد من المخرجين المتميزين في الساحة السينمائية في المغرب والتي تم التكريم دياله البارح كانت معكم كوتال كيناني كافندكال تيفي من الرباط في النهاية لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك وقوموا بتفعيل أيقونات الجرس أيضا كي يصلكم تنبيهم بكل جديد على قناتنا شكرا على متابعتكم